بس في بعض الناس بتسأل عن الدكتور المصري الحيئة الدكتور ماركو زاكي اللي هو اكتشف جين سرطان الكبد هل ما قلتش اسمه عني؟ للأسف أنا ما قلتش اسمه إنما هو الدكتور ماركو زاكي هذا الدكتور حيئة اللي اكتشف يعني الجين المسؤول عن سرطان الكبد وانتوا عارهين نحن في مصر رد ايه احنا ربما نكون من الشعوب القليلة في العالم اللي أمراض الكبد اهو دكتور ماركو زاكي وطبعا السفارة البريطانية كرمته في مصر غير ما تكرم في المملكة البريطانية الدكتور ماركو زاكي هي تم تكريمه بشكل سرطان الكبد مسؤول عن فقدان أغلى الناس طبعا فقدت فيه أخي وأختي احنا معظمنا يا ماد من تعرف من الكشفة مصر معظمنا الكبد بالنسبان فقدت أخي وأختي اكتشف بقى الجين اكتشف الجين الذي يسبب سرطان الكبد يعني هذا الرجل باكتشافه ده حيقد تماما بفضلنا عز وجل على يعني خلاص البشرية تتوصل إلى علاج لسرطان الكبد ده الدكتور ماركو زاكي الدكتور المصري كل التحية وكل التقدير لدكتور ماركو وكل المصريين وكل العباقرة وكل أبنائنا وكل المهاجرين من الثروات والولماء الخارج مصر ترجمة نانسي قنقر